طيب الأستاذة فاطمة من الاهلية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي شكراً تفضلتك يا شيخ ويتمنى أن أحردك تدعيلي بفضاح الأحوال والعمل الصالح وتمام السطر وفضاح ربنا يفتح عليك ويوسع عليك ويكرمك ويرزقك رزقاً واسعاً ويجعل الخير في رحلك وينزع عليك من الألطاف ومن الفضل ومن المدد ما يجعلك راضية مرضية في كل حال أنهم أمين عندي سؤالين السؤال الأول بيتعلق بموضوع التربية اللي حتى كنت بتتكلم عنه فيه أوقات مش بيبقى معايا فيها كلورس فبقول لولادي أنا مش معايا أنا مش بحب أنا أنا أوعد وأخلف وخاصة أنه لما بيكون معايا أنا بأنفق يعني وبأنفق قويس بس يعني حد أخذ عليك كلمة أنه أنا مينفعش أقول مش معايا تمام؟ ده السؤال الأولي طيب أنت بتقولي إزاي أعمل إيه لما ما يكونش معايا ويطلب مني الأولاد هو صح والغلاء تقول مش معايا يبقوا يعني على دراية بالوضع اللي موجود أنا فاهم أنا فاهم أصدك وفاهمني يدك وأنا أقولك تقولي إيه تفضلي السؤال الثاني السؤال الثاني يعني زوجي كان معاه أمانة وها تختص أيتان ويعني إيه أخذ منها وكان دايما في يعني تعصر مادي وجاء فرصة أن أنا أستغنى عن جمعية مقابلة أنا أسد ده وحصل فعلا وتجاوز تاني لما إحنا يعني مادي إيده تاني على الفلوس مرة أخرى بيقول إن هو بيحب يعني يطلع حاجات أولا هو تعب صحيا دايما يعني أموره المادية كردت حاجات بالديون أنا معارضة على الفكرة دي تماما مش بقر عيوب لكن بقول إن أنا كمان في عيوب بس أنا بأخذ رأي حضرتك طيب أنا أكلم حذرك أنت عايزة تقولي إزاي هل هو يطلع حاجات لله في وقت أصلا إحنا مديونين والبيت بيبقى محتاج دي حاجة هل أنا علي زنب أو على أولادي بسبب إنه هو بيمديه عن الحاجة دي أكي بسبب عدم الفكر الكويس في إدارة الحياة لإن أنا عارفة كويس أثر دا على أولادي وشكرا جدا عفوا أستاذة فاطمة أنا بس أقول لك حاجة أول حاجة في تربيتك للأولاد الأفضل نستخدم طريقة طريقة الامتداد طريقة إن إحنا بنجتهد وعشان ربنا سبحانه وتعالى يبسع علينا يعني فكرة الإنسان بيبزل جهد وإن شاء الله بيأخذ بالأسباب وربنا يبرك له يعني إن إحنا ما نقولش إن إحنا مش معانا لإنه ده قد يكون إحنا محتاجين إن إحنا نلتفت إلى نعم ربنا فالأفضل إن إحنا نقول إيه نقول إن شاء الله ربنا يرزقنا إن شاء الله ده هيجي فيبقى الولد دايماً بيتربى على مسألة الأمل على مسألة إن شاء الله ربنا ربنا لما يسر عن جيب اللي أنت عايزه ده وأول ما ربنا سبحانه وتعالى يسره يبقى عنده دايماً أمل ورجاء بس أهم حاجة في هذه الطريقة إن إحنا ما نقولش ولا ندرب موعد إلا وإحنا هو قريب من الله يحصل ليه؟ عشان بعد كده ما يرتبطش الأمل بالطفل بالوعود الكاذبة فإحنا مش عايزين لا نقول وعود كاذبة ولا في نفس الوقت نحسس الولد بعدم وجود نعمة ربنا فنعمل إيه؟ إن شاء الله هيكون كذا 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 ربنا يرزق واسع وإن شاء الله ربنا يكرمنا وفي أقرب وقت إن شاء الله الكلام ده كله يسير في الولد الكلام الإيجابي نحو التعلق والرجاء في الله سبحانه وتعالى الحاجة التانية يا حديك بتسأليني بقى فيها ده في اختلاف فنمط الشخصية ما بين حديك ومين زوجي لو إني زوجك بيستلف عشان يطلع صدقات للناس هنا ممكن يكون ده في قدر من عدم الاتزان النفسي لإن الناس كلها بتبقى أصحاب الاتزان حريصة كل الحرص إنها تكفي بيتها أولا مش إنها تطلع الصدقات حتى لو عتستدين وتورط البيت بتاعها أما وإني أنا شايف القصة اللي حديك بتحكيها دلوقتي فيها شوية من الحالات إرادة جالد الزيت والانتقاد المقاد الكثير لإن حضرتك طول الوقت بتقولي بعد ما هو عمل الكلام ده اللي أنا لغاية دلوقتي مش عارف هو فعلا ما دي إيديه على فلوس إلى أيتام ولا لا لإنه ممكن يكون تقديرك إنه هو أخد الفلوس وهو ما يكونش أخد الفلوس ولا حاجة ده أعطاها لفقراء آخرين ممكن أنت تشوف إن التصرف ده يطلعه من فلوسه بس سواء التصرف ده مسموح لي إنه هو يعمله أنا عايز أقول إيه عايز أقول لحضرتك اللي حصل ده بينمي على إنك أنت ابتديتي بعد ما كنت متجاوزا على نمط معين من التداين أو على درجة معين من التداين أنت ابتديت تحسي أنه ليس بدرجة التداين اللي أنت كنت تشعري بيها وعشان كده أنت ابتديت تقولي إذا كان هو بهذا الحال أستمر معه أو لا أستمر القول الفصل أن أنت تستمر ما تروحيش أبدا لخطوة الطلاق إلا بعد استشارة خبير أنا شايف أن أنت قدامك ثلاث إجراءات لازم تعمليهم الإجراء الأول أن أنت تجلسي معاه وتكلميه على أنك أنت مش محتاجين أبدا أن أنت توفر لنا حاجة من فلوس اللي أنا استحقها لكن ما تقولولوش أن أنت بتتعامل مع أمال اليتيم ودوة اللي جالب علينا المرض وده اللي جالب علينا كذا أهو ده اللي خلاني قلت مع حضرتك أن احنا عندنا سنة انتقاد وجلد للذات سنة برفكشانست ده نقف عنده شوية ثلاثة عشان ده ممكن يعكر وهو التصيد عن تصيد الأخطاء وخاصة الأخطاء ذات البعد الدين يبقى أول حاجة عودي معاه تاني حاجة ببساطة حاولي تسمع منه بشكل واضح إيه هو بيعمل كده ليه حاجة التالتة لو أنك انت شفتي أن الحوار وصل إلى طريق لأن تستطيع أن انت تحلوا ده تعالونا على مركز الإرشاد الزواجي في داري الإفتاح المصرية نتكلم لأن دوت من المواطن اللي دايما بنصح فيها أن هي تحتاج إلى خبير وهو اختلاف نظرة لشريك الحياة لأن دوت بيبقى فاصل ما بيننا أنا جوزت على أمل أن يحد يعني على طاعة الله دلوقتي لأ وبيعرض بيتنا كمان لمنع البركة فده بيبقى محتاج إعادة تاني إعادة اندماج بينكم عشان تبقى الحياة إن شاء الله مليئة بالمواد والرحمة